بلد عائم على بحر من النفط وسكانه يعانون من الفقر المتقع والبطالة يحدث ذلك في بلد اسمه العراق فقر وفساد وعوز عانى منه العراقيون وما زالوا كذلك منذ مجيء الطبقة السياسية بأحزابها وميليشياتها فبدل أن يحذو العراق الجديد كما يوصف حذو الدول المتقدمة اقتصاديا ويصبح مواطنوه من بين الأعلى دخلا في المنطقة كما وعد ساسة ما بعد عام 2003 بات المواطن اليوم بحاجة إلى قرض مالي للحصول على الطعام والبقاء على قيد الحياة بحسب أرقام برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة حيث تؤكد الأخيرة أن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاما يكفيهم فيما أدى تخفيض قيمة الدينار إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 14% ليجد الملايين أنفسهم في خانة الفقر بعد أن كانوا يكافحون للبقاء ضمن الطبقة الوسطى ولعل أرقام وزارة التخطيط الحالية تلخص مشهد المعاناة حينما أكدت أن 11 مليون وخمسمائة ألف عراقي قابعون تحت خط الفقر مبينة أن مليون ونصف المليون العراقي أضيف إلى القائمة بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد وتهاوي أسعار النفط وتفشي وباء كورونا وهو ما حدا بمنفوضية حقوق الإنسان للتحذير من مخاطر تهدد الأمن الغذائي في البلاد بسبب إجراءات الحكومة التي اتخذتها في الآوينة الأخيرة لا سيما خفض قيمة الدينار لتوفير الأموال كميات ضخمة من مصادر الطاقة وبمخزون النفطي يعد الثالث عالميا بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك إلا أن العراق يستورد نحو 30% من احتياجاته من الطاقة من إيران ودول أخرى لا سيما الكهرباء والغاز وكذا الحال بالنسبة للمواد الغذائية التي يستورد العراق نحو 60% منها رغم ثروته الزراعية والمائية في مقابل تلك التخمة النفطية والزراعية التي تؤهل أي حكومة لتوفير كل متطلبات الرفاهية والخدمات لمواطنيها تشير أحدث التقارير إلى أن معدلات الفقر في العراق وصلت إلى 32% وهو معدل يفوق تلك النسبة الموجودة في بلاد أخرى لا تمتلك حتى ربع ثروات العراق اشتركوا في القناة